نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد وزير الخليفة وزير الخارجية بتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وذلك بحضور ساعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم خلال الاحتفال الكبير الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمقر اليونسكو في مدينة باريس أكد معالي وزير الخارجية أن جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم تجسد التفاعل الوثيق والتعاون الخلاق بين مملكة البحرين واليونسكو كما تؤكد ما حققته مملكة البحرين من مكانة متميزة في توفير التعليم للجميع والارتقاء بجودته وفقا للمعايير الدولية وحرص المملكة على نشر القيام السامية التي تسعى اليونسكو إلى أرسائها واهتمامها البالغ بدعم التعليم وإيصاله إلى الجميع بأحدث طرق وأفضلها وأعرب معالي الشيخ خلد بن أحمد بن محمد الخليفة عن شكره للسيدة إيرينا بوكوفا مديرة العامة لمنظمة اليونسكو لدورها في قيادة المنظمة منذ توليها مهام منصبها في عام 2009 وما تبدله من جهود دؤوبة لارتقاء بآليات عمل المنظمة وتعظيم دورها حول العالم أجمع ولما تليه من اهتمام كبير بهذه الجائزة العالمية التي تخدم أهداف المنظمة وتدعم مساعيها في نشر التعليم عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأضاف معالي وزير الخارجية أن هذه الجائزة المرموقة هي خير تعبير على ما يحظى به التعليم الإلكتروني المتطور من رعاية فائقة من قبل جلالات الملك حفظه الله لبله من دور مؤثر وحيوي في تحسين مخرجات العملية العلمية والتي تسهم بدورها في دفع التنمية المستدامة وتؤكد أيضا حصى جلالاته حفظه الله على أن يكون التعلم والتعليم في متناول الجميع وذلك من خلال ترسيخ التعاون الدولي في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في بجال التعليم وتشريع المبادرات العلمية المبتكرة وإبراز الأعمال والمشروعات الرائدة في العالم لتكون نموذجا يحتذا به ولتحقيق الاستفادة المتبادلة من هذه الأعمال بما يؤدي إلى أرساء القيام الإنسانية التي ترسخ تفاعل البناء والتعايش بين الشعوب والأمم وأشار معالي الشيخ خالب بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن مملكة البحرين تفتخر بأن التعليم النظامي قد انطلق بها منذ عام 1919 وسوف تحتفل بعد عامين بمرور مئة عام على تأسيسه وبمحو الأمية بنسبة 96% وتحقيق الرياضات العلمية في تعميم التعليم الابتدائي وتكافوي بين الجنسين إضافة لتحقيق نتائج مشرفة عالميا في مؤشرات جودة التعليم ومن بينها أعلى نسبة للتطور في الرياضيات على الصعيد العالمي في الفترة من بين 2011 إلى 2015 وتقدم معالي وزير الخارجية بخاصة تهنيئة للفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم وهما مؤسسة كيرون للتعليم العالي المفتوح من ألمانيا لما قدمته من خدمات عظيمة للاجئين ولحرصها على التخفيف من ألامهم وفتح أباب الأمل لهم وتمكينهم عبر ما قدمته من دورات مفتوحة على شبكة الانترنت من الدراسة والحصول على شهادات جامعية معتمدة تتيح لهم مواصلة مشوار الحياة كغيرهم من البشر وإلى مؤسسة جاغو من بنجلاديش لنجاحها الباهر في مساعدة أبناء المناطق الريفية في الحصول على تعليم نوعي وذلك باستخدام نظام التخاطب المرئي عن بعد وهو ما يجعلها جديرة بهذه الجائزة الرفيعة لتكون قدوة لغيرها من المؤسسات في استثمار التقنية الحديثة لتوصيل التعليم إلى جميع المحرومين في مختلف أنحاء العالم وهو ما يجعلها جديرة بهذه الجائزة الرفيعة لتكون قدوة لغيرها من المؤسسات في استثمار التقنية الحديثة لتوصيل التعليم إلى جميع المحرومين في مختلف أنحاء العالم وأكد معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين ومن خلال وزارة التربية والتعليم بغيرات الدكتور ماجر بن علي النعيمي تعاون مع هذه النظامة العالمية العريقة في مجالات اختصاصها